اشتركوا في القناة الوين مبتكرة حتى حصلت على لقب برنسيسة الرأس الشرقي تعرفت على اصحاب الفنادق الكبرى واللي ساعدوها بعد اقتناعهم بمواهبها وقدرتها الفنية فاصبح لها النمرة معروف معتها برأساتها المبتكرة زه عصتها واصبحت لها مدرسة خاصة عرفت باسمها حتى اصبحت المع الراكسات في السبعينات من القرن الماضي وعندما تأكدت من شهرتها وتربعها على عرش الرأس في تلك الفترة بدأت تتجه الى مجال اخر فلم تكتفي بالرأس فقط بل اقتحمت عالم التمثيل والغناء فقد حاولت ان تثبت انها فنانة استعراضية شاملة كان من اشهر اعمالها فيلم ارجوك اعطني هذا الدواء مع الفنان نبيل عبيد والفنان محمود عبد العزيز والمشاغبون في نوبع ومشاغبون في السجل كما غنت اغاني خفيفة لاقت قبولا كبيرا في عام 1990 حدست لها صدمة عنيفة هزت كيانها وغيرت مجرى حياتها تماما بعد هذا البريق والشهرة وذلك بعد رحيل والدتها حيث شعرت بان نعيم الدنيا زائل وان البقاء والنعيم الابدي في الاخرة ما جعلها تعيد النظر في كل ما حولها وفكرت في الاقلاع عن الرأس نهائيا والاعتزال ثم جاء زلزال عام 1992 ليكون هو الامر الحاسم القاطع ليجعلها تحسم امرها وتنوي بالفعل التوبة وارتداء الحجاب والبعد عن الأضواء والشهرة الزائفة فلم يعد هناك وقت للاستمرار في هذا المجال بعد ما شاهدت القتلى تحت الأنقود وحتى تكتمل مسيرتها نحو التوبة وارتداء الله عز وجل كان للفنانة ياسمين الحصري والشيخ عمر عبدالجافي الفضل الأكبر في ترسيخ الفكرة وثبتها لتظهر صحر حمدي على احدى القنوات الفضائية وتعلن توبتها الفعلية وارتداء الحجاب واعتزال الفن نهائيا وبعد فترة من الوقت بدأت عملها كدعية اسلامية حيث قدمت أكثر من برنامج ديني على قناة اقرأ الدينية وبعد اعتزالها الفن وفي عام 2010 أصيبت بألام حد بمعدتها نتيجة تناولها علاج خاطئ كتبوا لها أحد الأطباء ما جعلها تسافر إلى فرنسا حيث العلاج السليم حتى فوجئت بتجاهل المحيطين بها من زملائها في الوسط الفني كله حتى نقابة المهن التمثيلية لم تقدم لها أي مساعدة أثناء سفرها للعلاج وعندما عتبت النقابة على تجاهلها أجاب أشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية آنزاك قائلا سحر حمدي ليست عدوة بالنقابة وبالتالي ملهاش أي حق في خدمات النقابة وقامت برفع دعوة قضائية ضد الإعلامي توفيق عكاشة بسبب تصريحاته واللي قال فيها أن سحر حمدي متزوجة من عمر عفيفي عقيد الشرطة الهارب وقد أكدت سحر حمدي كذب وعدم صواب كلامه نافية هذه المعلومات قائلة إنها لا تعلم من هو عمر عفيفي من الأساس ترجمة نانسي قنقر